صورة على هاتف محمول والصورة كما يقال لا تكذب الشهيد الجديد كان يبع صورة الشهيد القديم مصور قناة بلقيس محمد القدسي الذي قتل بقصف ميليشيات الحوث على قرية الخيام في ريف تعز سبعة أيام فقط فصلت بين رحيل محمد وأسامة والإثنان رحل بنفس المصير بعد أن عمل لنفس الهدف فضح وكشف جرائم الميليشيات الإنقلابية في تعز تعز صباح السابع والعشرين من يناير أفقت على خبر رحيل واحد من ناشطيها الإعلاميين والمصورين أسامة سلام المقتري تضاربت الأنباء الأولية عن رحيله ما بين إصابته برصاص قناص حوثي أو بشضايا قذيفة في الجبهة الشرقية من المدينة وهو يعمل على تغطية المعارك هناك الشاب القادم من المكونات المدنية انخرط في العديد من الأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية الطبية عرف أسامة الأكبر بين إشقائه وأب لطفل بأنه من الطلايع الشابة لثورة فبراير للربع العربي وهو أيضا ممن تصدروا الاحتجاجات السلمية ضد محاولة اجتياح الميليشيا تعز ومنعها من الوصول إلى المحافظات الجنوبية نهاية العام 2014 أرادت الميليشيا بهذه الكتائب من القناصة وشبكات واسعة من الألغام والصواريخ إقاف الصحفيين والمصورين في المدينة وتحييدهم عن نقل ما يدور وتلك قصة يدفع الصحفيون والمصورون حياتهم ثمنا لها تريد الميليشيات التعتيم على الحقيقة وقتل الشهود مؤخرا انضم أسامة لصديقه محمد القدسي والإثنان انضم إلى قطار من المصورين والصحفيين وتلك أيضا أحداث خلفت أوجاعا أكبر على الوسط الإعلامي أكثر من أي وقت مضى اشتركوا في القناة